بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله سنستكمل درس نظريتاء الباقي والعوامل هنا عندنا رابط الدرس الرقمي فيما سبق طبعا درسنا استعمال خاصية التوزيع والتحليل لتبسيط عبارات جبرية والآن راح نوجد قيم الدوال باستعمال التعويض التركيبي أوجدناها في الحصة الأولى والآن في هذه الحصة راح نستعمل التعويض التركيبي لنحدد ما إذا كانت ثنائية حد عاملا من عوامل كثيرة حدود أم لا المفردات الجديدة طبعا كانت في الدرس نظرية الباقي والتعويض التركيبي ونتعرف على نظرية العوامل لاحظ أن قيمة تعرفنا في الدرس الماضي نظرية الباقي قلنا أن قيمة أفوف ثلاثة تساوي باقي قسمة كثيرة الحدود على إكس ناقص الثلاثة وهذا يوضح نظرية الباقي قلنا نظرية الباقي أن ذا قسمنا كثيرة حدود بي أف إكس على إكس ناقصا أر اللي هي ثنائية حد فإن الباقي ثابت ويساوي قيمة كثيرة الحدود عند هذا الأر وكذلك الآن عندي بي أف إكس اللي هو المقسوم ماذا يساوي المقسوم عادة؟ دائما نقول مثلا إثنى عشر تقسيم ثلاثة يساوي أربعة والباقي صفر طيب معنات أن المقسوم هذا اللي هو إثنى عشر ماذا يساوي الأربعة مضروبة في المقسوم عليه؟ اللي هو ناتج القسمة مضروب في المقسوم عليه زائدا الباقي اللي هو عندنا هنا صفر نفس الشي هنا هذه نظرية الباقي المقسوم عبارة عن ناتج القسمة مضروب في المقسوم عليه أنا عندي كثيرة حدود قسمتها على ثنائية حد ثنائية الحد هذه من وين جبتها؟ العدد اللي أنا أبغى أعوض عنه في كثيرة الحدود حطيت إكس ناقصا هذا العدد اللي هو آر وقسمت عليه كثيرة الحدود الباقي طبعا زائد الباقي لأن هذه عندنا نظرية الباقي أن المقسوم يساوي ناتج القسمة في المقسوم عليه زائدا الباقي تفقنا على أن الباقي يساوي قيمة كثيرة الحدود عند الأرض طيب عملية إيجاد قيمة دالة عند عدد بتطبيق نظرية الباقي مثل ما تعرفنا في الحصة الماضية واستعمال القسمة التركيبية قلنا تسمى التعويض التركيبي قلنا بدل ما نعوض عن هذا العدد في كثيرة الحدود نقوم نقسم كثيرة الحدود على العامل إكس ناقصا هذا العدد اللي هو آر طيب وهي طريقة سهلة طبعا قلنا أنا بنستخدم التعويض التركيبي يعني بنستخدم القسمة التركيبية ونشوف كم الباقي طريقة سهلة لإيجاد قيم دوال كثيرات الحدود الباقي اللي بينتج لي هنا لما نسوي القسمة اللي هي التركيبية هو قيمة الدالة أو كثيرة الحدود عند الار اللي بنحطها في الصندوق طبعا هذه طريقة سهلة خصوصا عندما تكون درجة كثيرة الحدود أكبر من الدرجة الثانية بدل ما نعوض عن كل إكس أو متغير بالار ونجمع ونجري عمليات حسابية وممكن تكون عندي دالة كثيرة الحدود من درجة أكبر من الدرجة الثانية بدل ما نستخدم هذه الطريقة ممكن تكون صعبة شوي ومعقدة نستخدم اللي هو التعويض التركيبي مثل ما شفنا الحصة الماضية درسنا لهذا اليوم اللي هو نظرية العوامل عوامل كثيرة الحدود ماذا نعني بعوامل كثيرة الحدود نفس الشيء مثلا لو قلنا 12 ما هي عوامل الـ 12 أحسنتم ممتاز نحلل الـ 12 إلى عوامل أولية يعني لو قلنا مثلا الـ 12 عبارة عن 3 مضروبة في 4 هل نحن حللنا الـ 12 هل الثلاثة والأربعة طبعا الثلاثة والأربعة من قواسم الـ 12 لكن لما نجي نحللها إلى عواملها الأولية رح نقول عبارة عن 3 في الأربعة عبارة عن 2 أس 2 هذا الآن حللناها إلى عوامل أولية نفس الشيء كثيرة الحدود نريد أن نحللها إلى عوامل كيف رح نحللها إلى عوامل؟ طبعا أنتوا بيين القسمة التركيبية أدنى أن ناتج قسمة كثيرة الحدود اللي هي 2x3 ناقص 3x تربيع ناقص 17x زائد 30 على ثنائية حد لو لاحظنا رح نقسم كثيرة حدود على ثنائية حد اللي هي x زائد 3 ناتج القسمة هو 2x تربيع ناقص 9x زائد 10 هذا هو الناتج طيب الآن كثيرة الحدود هذه اللي هي المقسوم تساوي الناتج مضرب في ماذا؟ في المقسوم عليه مثل ما شفنا توفي نظرية الباقي الناتج اللي هو ناتج القسمة في المقسوم عليه طيب مثل الـ 12 اللي هي تساوي 3 في 4 اللي هو ناتج القسمة مضربة في المقسوم عليه طيب عند قسمة كثيرة حدود على ثنائية حد من عواملها ماذا نلاحظ هنا؟ ماذا نلاحظ بالنسبة للباقي؟ أحسنتم الباقي صفر هذا ماذا يعني؟ أن x زائد ثلاثة من عوامل كثيرة الحدود مثل 12 إذا قسمناها على ثلاثة مثلا رح يعطيني ناتج بدون باقي 12 إذا قسمتها على 2 إذا قسمتها على 4 إذا قسمتها على 6 إذا قسمتها على 12 هذه جميعها رح تعطيني نواتج بدون باقي لأن هذه كلها نعتبرها من قواسمها أو من عواملها حتى لو ما كانت عوامل أولية لكن لما أقسم مثلا الـ 12 أقسمها مثلا على 5 كم رح يكون الناتج أحسنتم ممتاز؟ رح يكون الناتج 2 لأن 2 في 5 10 طيب يتبقى 2 12 ناقص 10 2 2 تقسيم المقسوم عليه اللي هو 5 2 على 5 إذا الناتج رح يكون 2 زائد 5 هذا هو الناتج لما يكون عندي هنا باقي هذا ماذا يدل؟ أن المقسوم عليه ليس من عوامل المقسوم نفس الشيء في كثيرات الحدود لما أنه لم يكون عندي باقي معناه أن ثنائية الحد من عواملها يكون ناتج القسمة كثيرة حدود تقل درجتها بواحد رح تقل الدرجة بواحد لأننا قسمت كثيرة الحدود على ثنائية حد من الدرجة الأولى معناه أن كثيرة الحدود رح تنزل بدرجة واحدة تقل بواحد عن كثيرة الحدود الأصلية بناء على عملية القسمة وباستعمال نظرية الباقي فإن استعملنا هنا نظرية الباقي لأنه لما قسمنا كثيرة الحدود على المقسوم عليه اللي هو المقسوم قسمناه على المقسوم عليه لم ينتج باقي معنات أن المقسوم عليه من عوامل لاحظ هنا هذا المقسوم عندي هنا ناتج القسمة في المقسوم عليه هذه نظرية الباقي أن المقسوم يساوي هذا عارفين من زمان مقسوم يساوي ناتج القسمة مضروب في المقسوم عليه زائد أن الباقي طيب إذا الباقي صفر معنات أن المقسوم عليه من عوامل اللي هو المقسوم أيضا حتى ناتج القسمة يكون من عوامل المقسوم عليه لكن ننحلله إلى عوامل أولية طبعا مثل ما قلنا هنا هذا يوضح نظرية العوامل التي تعد حالة خاصة من نظرية الباقي لماذا تعد نظرية العوامل حالة خاصة من نظرية الباقي؟ لأننا نستعمل نظرية الباقي في الحكم على ماذا نستخدم القسمة التركيبية والتعويض التركيبي مثل ما قلنا للحكم على هل المقسوم عليه عامل من عوامل كثيرة الحدود ولا لا؟ كيف نحكم لما نشوف الباقي؟ الباقي هنا عندي صفرا معنات أن المقسوم عليه عاملا من عوامل كثيرة الحدود هذه هي نظرية العوامل طبعا حنا الآن فقط في ثنائية حد رح نقسم كثيرة الحدود فقط على ثنائية حد اللي هي X ناقصا الـ R تكون عاملا من عوامل كثيرة الحدود B of X إذا وفقط إذا كان يعني العبارة الشرطية من جهتين إذا وفقط إذا كان B of R يساوي صفرا طبعا يمكننا استعمال نظرية العوامل التي تحقق من أن ثنائية حد معينة عامل من عوامل كثيرة حدود معطا مثل هنا حدد ما إذا كان X ناقص 5 هل هو عامل من عوامل كثيرة الحدود هذه أم لا ثم أوجد العوامل الأخرى كيف أعرف أنها عامل من عوامل كثيرة الحدود أحسنتم ممتاز نفس مثلا لو قلنا 15 هل الثلاثة عامل من عوامل 15 هل هي من قواسمها طيب كم راح يطلع لنا هنا الناتج خمسة زائد كم زائدا صفر إذا الخمسة عشر تساوي ثلاثة مضروبة في خمسة زائد صفر هذه نظرية الباقي الباقي كم هنا صفر معنات أن الثلاثة عامل من عوامل الخمسة عشر نفس الشي هنا راح أقسم راح أقسم كثيرة الحدود على هذا العامل ونحكم بالنظر إلى ماذا إلى الباقي طيب كيف راح نقسم اللي هو راح نستخدم التعويض التركيبي اللي هي القسمة التركيبية راح نستخدم استخدمنا هنا التعويض التركيبي طبعا هي X ناقص خمسة معنات الاركم خمسة حطينا العوامل اللي في كثيرة المعاملات عفوا حطينا معاملات حدود كثيرة الحدود وطبقنا التعويض التركيبي ماذا نتجينا عندي الباقي صفرا إذن X ناقص خمسة من عوامل كثيرة الحدود اللي هي X أس ثلاثة ناقص سبعة X تربيع زائد سبعة X زائدا خمسة عشر طيب وين ناتج القسمة الآن الخطوة الثانية اللي هو تحليل كثيرة الحدود الآن X ناقص خمسة عامل لذا يمكن تحليل كثيرة الحدود اللي هي X أس ثلاثة ناقص سبعة X تربيع زائد سبعة X زائد خمسة عشر على النحو الآتي اللي هو العامل أو المقسوم عليه في ناتج القسمة ناتج القسمة خذناه من هنا ناتج القسمة هنا عندي برح يكون عندي هنا X تربيع ناقص 2X ناقص ثلاثة اللي هو X ناقص خمسة الآن رح نضربها في خارج القسمة أو ناتج القسمة X تربيع ناقص 2X ناقص ثلاثة X ناقص خمسة عامل من الدرجة الأولى وعامل أولي لا يمكن تحليل أكثر من ذلك بالنسبة لX تربيع ناقص 2X ناقص ثلاثة نقدر نحلل أكثر نجي نشوف كيف ممكن أننا نحلل هل تحقق ما إذا كانت كثيرة الحدود قابلة للتحليل أم لا نشوف X تربيع ناقص 2X ناقص ثلاثة حللناها إلى X زائد 1 وX ناقص ثلاثة صار عندي X ناقص خمسة مضروبة في X تربيع ناقص 2X ناقص ثلاثة اللي حللناها إلى عاملين أيضاً عاملين أوليين اللي هم X زائد 1 وX ناقص ثلاثة صارت عندي كثيرة الحدود اللي هي المقسوم تساوي X ناقص خمسة العامل الأول اللي تحققنا من أنه عامل بالقسمة التركيبية طيب ناتج القسمة رح يكون عامل لذلك نقوم ماذا نحلله مباشرة نتحقق هل يمكن تحليله أم لا لكن هو رح يظل عامل ناتج القسمة دائماً يكون عاملاً إذا كان الباقي صفر طيب حللنا إلى عاملين نتحقق يمكننا التحقق من الإجابة بضرب العوامل ومقارنة كثيرة الحدود الناتجة بكثيرة الحدود الأصلية طبعاً تحليل هنا الكثيرة الحدود إلى عوامل أيضاً يساعدنا في حل معادلات كثيرات الحدود ويساعدنا أيضاً في إيجاد الأصفار والجذور اللي بنشوفها إن شاء الله في الحصة القادمة ليس شرطاً أن تكون عوامل كثيرة الحدود ثنائيات حد فمثلاً عاملاء كثيرة الحدود إكس أس ثلاثة زائد إكس تربيع ناقص إكس زائداً خمسة عشر هما إكس زائد ثلاثة وإكس تربيع ناقص ثنين زائداً خمسة لأن إكس تربيع ناقص ثنين إكس زائد خمسة لا يمكن تحليلها أكثر من ذلك فعواملها ماذا عاملين؟ ليس شرطاً أن تكون ثنائية حد نتحقق حد إذا كان إكس ناقص ثنين عاملاً من عوامل كثيرة الحدود إكس أس ثلاثة ناقص سبعة إكس تربيع زائد أربعة إكس زائد إثنى عشر أم لا ثم أوجد عواملها الأخرى كيف ممكن رح نتحقق؟ أحسنتم ممتاز مباشرةً رح نستعمل التعويض التركيبي رح نضع الأر هنا الأر كم؟ إكس ناقص كم؟ إثنين إذن رح نضع أثنين رح نضع معاملات كثيرة الحدود عندي طبعاً عندي ثلاثة، 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 واحد من الدرجة الصفرية إذن ما فيه درجة مفقودة نضع المعاملات اللي هي واحد سالب سبعة وأربعة واثنى عشر طبعاً الواحد ينزل واحد في اثنين اثنين سالب سبعة زائد اثنين سالب خمسة سالب خمسة في اثنين سالب عشرة سالب عشرة زائد أربعة سالب ستة سالب ستة في اثنين سالب اثنى عشر اثنى عشر زائد سالب اثنى عشر صفر إذن الباقي يساوي صفر إذن إكس ناقص اثنين من عوامل كثيرة الحدود طيب الآن ماذا نعمل؟ وين خارج القسمة؟ هذا هو خارج أو ناتج القسمة بيكون عندي اللي هي كثيرة الحدود كثيرة الحدود اللي هي X3-7X تربيع زائد 4X زائد 12 تساوي العامل الأول اللي هو X-2 مضروف في ناتج القسمة اللي هو طبعاً حين عندنا X3 معنات أول معامل رح يكون لX تربيع نزل من الدرجة الأساسية واحد ناقص 5X-6 طيب هل هذه قابلة للتحليل؟ الآن هذه خلاص ثنائية حد من الدرجة الأولى لا تقبل التحليل أكثر من ذلك لكن هل العامل الثاني قابل للتحليل عددين حاصل ضربهم سالب 6 معنات واحد منهم موجب وواحد منهم سالب ومجموعهم سالب 5 كم رح يكون؟ معنات إن الأكبر طبعاً هنا عندي X-2 نبغى نحلل نشوف عندي هنا عددين ضربهم سالب 6 معنات واحد موجب وواحد سالب ومجموعهم سالب 5 معنات الأكبر هو السالب طيب معنات رح يكون من العددين اللي هم X-6 وX زائد واحد ضربهم سالب 6 ومجموعهم سالب 5 قد يضع البعض X-2 وX-3 مجموعهم سالب 5 لكن ضربهم موجب 6 وليس سالب 6 إذن حللنا كثيرة الحدود إلى عواملها الأولية أيضاً نتأكد هل X-1 عاملاً من عوامل كثيرة الحدود المذكورة؟ طبعاً أعلى طول مباشرةً رح نجري القسمة رح نجري القسمة التركيبية أو التعويض التركيبي رح نضع في الصندوق أحسنتم واحد لأنه عندي X- هذه هي الـ R اللي هي واحد ممتاز طيب بالنسبة للمعاملات عندي واحد من الدرجة الثانية سالب 6 ومن الدرجة الأولى 11 ومن الدرجة الصفرية أو الثابت اللي هو سالب 6 أيضاً نضع خط هنا طبعاً الواحد رح ينزل وهنا رح يكون الباقي واحد في واحد واحد سالب 6 ضرب زائداً واحد سالب 5 سالب 5 في واحد سالب 5 11 زائداً سالب 5 رح يكون 6 6 في واحد سالب 6 زائد 6 صفر إذن X-1 عاملاً من عوامل كثيرة الحدود طيب الآن ماذا نعمل؟ ناخذ ناتج القسمة طبعاً هندي هنا كثيرة الحدود اللي هي X-3 ناقص 6 X تربيع زائد 11 X ناقص 6 تساوي أول شيء المقسوم عليه اللي هو X-1 مضروب في ناتج القسمة اللي هو X تربيع رح يكون هنا عندي هذا طبعاً هي من الدرجة الثالثة رح يكون عندي هنا المعامل الأول من الدرجة الثانية ناقص 5 X زائد 6 طيب هل نستطيع هنا هذه تحليلها؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل نعم تكون عندي هنا X-1 مضروبة فيه عددين ضربهم موجب 6 وجمعهم سالب 5 اللي هم X-2 في X-3 ضربهم موجب 6 اللي هو سالب 2 وسالب 3 وجمعهم سالب 5 إذن بذلك نكون حللنا كثيرة الحدود أيضاً هنا عندي X-1 نفس الشيء رح نسوي القسمة التركيبية أو التعويض التركيبي رح يكون هنا عندي ثلاثة من الدرجة الثالثة وعشرة من الدرجة الثانية وسالب 1 من الدرجة الأولى والحد الثابت سالب 12 طبعاً هنا ننزل الثلاثة ثلاثة في واحد ثلاثة عشرة زائد ثلاثة ثلاثة عشر ثلاثة عشر في واحد ثلاثة عشر سالب واحد زائد ثلاثة عشر إثنى عشر إثنى عشر في واحد موجب إثنى عشر المجموع سالب إثنى عشر وإثنى عشر صفر إذن X-1 عامل من عوامل كثيرة الحدود طيب الآن رح نشوف اللي هي ثلاثة X-3 زائد عشرة X تربيع ناقص X ناقص 12 تساوي اللي هو المقسوم عليه X-1 مضروب فيه خارج القسمة هنا رح يكون عندي ثلاثة X تربيع زائد ثلاثة عشر X زائد إثنى عشر ثلاثة X تربيع زائد ثلاثة عشر X زائداً إثنى عشر هل يمكن تحليلها؟ هل يمكن تحليل؟ طبعاً هنا رح نحط عشان نحلل الآن رح نحلل بنقول ثلاثة X و X رح نضع عددين حاصل ضربهم إثنى عشر اللي هم بيكون عندي أربعة وثلاثة الآن نضرب ثلاثة في ثلاثة رح يكون عندي تسعة X و X في أربعة أربعة X مجموعهم ثلاثة عشر X اللي هو الحد الأوسط إذن رح يكون التحليل عندنا بهذا الشكل رح يكون عندي هنا طبعاً هنا رح نحط X ناقص واحد اللي هو المقسوم عليه الآن تحليل رح أخذ ثلاثة X مع أربعة و X مع ثلاثة وذلك نكون حللنا كثيرة الحدود لدينا في مساء المهارات تفكير العليا في تبرير إذا قسمت دالت كثيرة الحدود أفوف X على X ناقصاً C فماذا يمكن أن تستنتج إذا كان ما رأيكم الباقي يساوي صفراً ماذا يعني أنا عندي كثيرة حدود أي أن كانت وقسمتها على عامل أو قسمتها عفواً على X ناقص C اللي هي ثنائية حد أعطاني الباقي صفراً هذا ماذا يعني أحسنتم ممتاز أن X ناقص C عاملاً من عوامل كثيرة الحدود بما أن الباقي يساوي صفراً طيب إذا كان الباقي يساوي واحد ماذا يعني باقي يساوي واحد هل لها تفسير هل يعني ممكن أني أقول هل هي عامل من عواملها في باقي عندي ليست عامل من عواملها طيب حكم أن الباقي صار واحد ولا صار الباقي اثنين ولا صار الباقي ثلاثة هل يختلف اثنين وثلاثة عن واحد أبداً إذن X هذا يعني أن X ناقصي ليس عاملاً من عوامل كثيرة الحدود إذا كان ناتج القسمة الآن يساوي واحداً والباقي صفر ناتج القسمة واحد ماذا يعني والباقي صفر أنا كثيرة حدود قسمتها على ثنائية حد اللي هي X ناقصاً C طلعلي الناتج واحد ماذا يعني متى ينتج لي لما أقسم عدد على عدد ينتج واحد حسنتم ممتاز إذا كان العددين متساويين إذا قسمت العدد على نفسها نفس الشيء كثيرة الحدود إذا قسمتها على نفسها هذا رح يعطيني الناتج واحد والباقي صفراً معنات أن F X ماذا تساوي تساوي X ناقصاً C الواجب 7 و16 و17 و18 و19 وبذلك نكون انتهينا من درس نظريتاء الباقي والعوامل لننسى الرجوع إلى بوابة عين التعليمية للاستزادة والاستفادة شكراً جزيلاً عزيزي الطلاب والطالبات